اشتركوا في القناة روسيا تسعى من خلال هذه المحادثات إلى بلورة رأي مشترك بين الدول المشاركة التي من بينها باكستان والصيل وإيران والدول الجوار الأفغاني بالإضافة إلى دول منظمة الأمن الجماعي التي تترأسها روسيا فيها جندة هذه المحادثات الحديث بدرجة أولى سيكون حول ما إذا كانت حركة الطالبان ستلتزم بالتعهدات التي أطلقتها في بداية حكمها لأفغانستان خاصة ما تعلق بتشكيل حكومة شاملة وباحترام حقوق الإنسان وبضمان حماية أمن حدود دول الجوار هذه النقطة بالذات تركز عليها روسيا خاصة وأن هذه المحادثات التي تجري اليوم في موسكو تتزامن مع منورات وتدريبات عسكرية تترأسها روسيا في إطار منظمة الأمن الجماعي ما يعني الهاجس الكبير والمخاوف الكبيرة لروسيا من مسألة تغلغ الجماعات الإرهابية من أفغانستان إلى دول الجوار ومن ثم إلى العمق الروسي هذه النقطة بالذات تركز عليها وزير الدفاع الروسي سيرغي شيغو بالأمس عندما تحدث بأن المخاطر كبيرة في أفغانستان لا سيما ما تعلق بتنقل الجماعات الإرهابية وتجارة المخدرات ونوه بأن العمل كبير بين روسيا ورابطة دول المستقلة وكذلك منظمة الأمن الجماعي ما تريده موسكو من حركة طالبان اليوم في هذا الاجتماع هو الوصول إلى رأي مشترك ورؤية واضحة حول الكيفية التي ستسير بها حركة طالبان أفغانستان وإمكانية تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع طياف المجتمع الأفغاني سبق لموسكو وإن انتقدت هذه الحكومة وقالت بأنها لا تمثل جميع طياف المجتمع الأفغاني إذن التركيز وكل التركيز سيكون على الوضع الإنساني لمنع ما وصفته موسكو بحدوث أزمة إنسانية في أفغانستان في ظل التدهور الاقتصادي والأمني في البلاد بالإضافة إلى إمكانية بحث الأفاق السياسية وخاصة مسألة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان ترجمة نانسي قنقر